موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته أجمعين أما بعد فأتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجهات المنظمة لهذه الندوة العلمية الافتراضية الموسومة بعنوان مؤسسة إمارة المؤمنين ودورها في حماية الملة والدين ممثلة في المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بمناسبة عيد العرش المجيد هذه الجهات التي شرفتني بهذه الفرصة الذهبية لأقدم بحثي المتواضع عن مفهوم وأحكام مؤسسة إمارة المؤمنين في هذه المناسبة الكريمة وهذه الندوة العلمية المباركة أهمية الموضوع لا يخفى على كريم علمكم أن هذه الندوة العلمية المباركة قد عقدت لبحث أثر مؤسسة إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين والنظر المنهجي يقتضي عند الحديث عن هذا الموضوع تقديم دراسة تأصيلية شرعية مؤسسة لمفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين وكذا الأحكام التي حددها لها سادتنا العلماء حتى يحصل لنا التصور الواضح عن هذه المؤسسة وأهميتها وضرورة إقامتها ووجودها في نظام الحياة العامة للمسلمين ولذلك فإن هذا البحث سيحاول تسليط الضوء على مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين والأحكام المتعلقة بها انطلاقا من تراث سادتنا الفقهاء في سياق حديثهم عن الشخص الذي يتولى تسير شؤون المسلمين أهداف الموضوع انطلاقا مما سبق فإن الأهداف التي يبتغي الباحث تحقيقها في هذه المشاركة العلمية تتمثل في الآتي محاولة تحقيق مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين استعراض عدد من أهم الأحكام المتعلقة بهذه المؤسسة العتيدة خطة الموضوع بناء على الأهداف التي سطرها الباحث فإن هذا البحث سيتشكل من محورينهما المحور الأول مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين لغة واستطلاحا المحور الثاني سيتخصص لمعالجة الأحكام المتعلقة بهذه المؤسسة المحور الأول مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين أولا مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين لغة يعتبر مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين من الاتساع بحيث لا يمكن أن يحيط به هذا البحث أو يشمل جميع تفاصيله ولذلك فإن البحث سيقتصر على تعريف الكلمة الأساسية في هذا التركيب وهي كلمة الإمارة فهي الكلمة المفتاحية في هذه الجملة حيث نجد بعد الرجوع إلى المعاجم اللغوية أن اللغويين وخاصة منهم بن فارس رحمه الله يقول في هذه اللفظة أمر الهمزة والميم والراء لها أصول ومعاني خمسة في الاستعمال العربي وهي الأمر من الأمور أولا ثانيا الأمر ضد النهي ثالثا الأمر النماء والبركة بفتح الميم إلى أن يقول والمعنى الذي يهمنا من هذه الاستعمالات العربية ويتعلق بها هذا البحث هو الأمر الذي هو نقيض النهي كقولك فعل كذا ومن هذا الباب كما يقول اللغويون الإمرة والإمارة وصاحبها أمير ومؤمر قال ابن الأعرابي أمرت فلانا أي جعلته أميرا وصفة الإمرة المضافة للإنسان تكسبه سيادة ومكانة مادية ومعنوية عبر عنها أبو سفيان كما في الحديث الذي في صحيح البخاري قال أبو سفيان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمر أمر بن أبي كبشة وهو يقصد أن أمره قد كابر وعظم وقد صار النبي صلى الله عليه وسلم عظيما وكبيرا به وقد جاء القرآن الكريم مستعملا لمفهوم الأمر الدال على أن الآمر له سلطة وسيادة على المأمورين في عدة آيات منها قوله تعالى وامره لك بالصلاة كذلك السنة النبوية أيدت هذا المعنى وحثت الناس كلما اجتمعوا وكونوا مجموعة لغرض من الأغراض مثل السفر أو ما يقاصده من مقاصد الاجتماع البشري إلى اتخاذ الأمير والمسير الذي يتولى تسير الأمور حتى لا تتنازع الأراء وتختلف الأفكار في الحديث النبوي الشريف إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم هذا من حيث مفهوم الأمر لغة ثانيا مفهوم مؤسسة إمارة المؤمنين اصطلاحا تنوعت التعبيرات الاصطلاحية للعلماء المتقدمين عن مفهوم الإمارة وامتداداتها الدلالية حسب الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التي اكتنفت معيشتهم ولذلك فإن العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن توسع في تفسير معاني لفظة وأولي الأمر من قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي لَمْرِ مِنْكُمْ فقال وأولي الأمر قيل عنى به الأمراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الأئمة من أهل البيت وقيل الآمرون بالمعروف وقال ابن عباس رضي الله عنهما هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله وكل هذه الأقوال صحيحة فهذه اعتبارات خاصة بكل من ينطبق عليهم مفهوم أولي الأمر انطلاقا من مفهوم هذه المفردة في القرآن الكريم مع ازدهار مظاهر الحضارة وتقدم نظام إدارة الدولة الإسلامية كان لابد من استعمال مصطلحات تنسجم وطبيعة الوظيفة السياسية للذي يتولى شؤون المسلمين فنجد في التاريخ استعمال مصطلحات مثل الخليفة والأمير والإمام والوالي والسلطان والقاضي والملك وغيرها من المصطلحات المتقاربة المعنى وهذه المصطلحات وإن اختلفت عباراتها فإن مؤدها واحد وهي تعود للإنسان الذي يتولى شؤون المسلمين ورعاية مصالحهم وسأحاول استعراض بعض التعريفات لهذه المصطلحات المختلفة لاستجلاء المهام الجليلة المنوطة بمن يتولى زمام هذه المؤسسة السياسية الخطيرة فنجد إمام الحرمين رحمه الله يعرف الإمامة فيقول الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا مهمتها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الخيف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين والسفاء الحقوق من الممتنعين وإيثاؤها على المستحقين وعرف العلامة عبد الحي الكتاني مصطلحا آخر هو مصطلح الخلافة فقال الخلافة هي الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا والقائم بها يسمى الخليفة لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى الإمام لأن الإمامة والخطبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لازمة له لا يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه كالقضاء والحكومة ويسمى أيضا أمير المؤمنين فهذه التعارف الاصطلاحية لمفهوم الإمارة أو ما ينتمي إلى نفس حقلها السياسي تكشف عن صعوبة هذه المهمة وخطورتها وكيف أن القائمة بها لا بد أن تتوفر فيهم أهلات خاصة وتجتمع فيه شروط معينة تقديره على أداء هذه المهمة بحنكة واقتدار وهي التي تحدث عنها سادتنا العلماء وسموها بأحكام وشروط الإمارة وفي المحور الآتي من هذا البحث تفصيل عن أهمها المحور الثاني الأحكام المتعلقة بمؤسسة إمارة المؤمنين لقد فصل فقهاء الشريعة الإسلامية والعلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية في موضوع الأحكام والشروط المتعلقة بمن يتولى تسيير مؤسسة إمارة المؤمنين وينبغي التنبه إلى أن الأحكام المتعلقة بالإمارة هي أحكام متعلقة بمن يحل فيها من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيها أي الشخص الذي تنطبق عليه هذه الأحكام وأهم هذه الشروط والأحكام اللازم توفرها في الأمير هي كالآتي أولا الإسلام فلابد من أن يكون الأمير الذي يتولى إدارة مؤسسة الإمارة وتسيير شؤون المؤمنين مسلما ولا يعقل أن يكون على غير دين المسلمين فالمخالف لدين شعبه وأمته لا تؤمن سياسته ولذلك فقد نبه سادتنا العلماء إلى ضرورة كون الأمير مسلما غير كافر والدليل على عدم صحة ولاية الكافر قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيم قالوا ألم نستحوذ عليكم من منعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والولاية كما قال العلامة ميارة في كتابه الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام من أعظم السبيل والولاية من أعظم السبيل وقال الشيخ خليل رحمه الله ولا خلاف فيه قال ابن فرحون كذلك فلا تصح من الكافر اتفاقا الحكم الثاني العدالة من الأحكام الأساسية اللازم توفرها في من يتولى إدارة مؤسسة إمارة المؤمنين أن يكون عدلا متحليا بهذه الصفة القلقية السامية والأصل فيها قول الله تعالى إن الله يامركم أن تودوا لمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله تعالى والأصل فيها وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا في الله وأولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حدود وحدود مفهوم العدالة التي تتصور أن يتحلى بها الأمير عند الفقهاء رسم مع معالمها الإمام الماوردي رحمه الله فقال العدالة فقال العدالة وهي معتبرة في كل ولاية والعدالة أن يكون يكون الأمير المتحل بها أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم كما أن الفقهاء نبهوا إلى قضية مهمة جدا وهي تفاوت مرتبة العدالة بين الناس وتباينها في الأزمان فعدول زمن ليسهم عدول زمن آخر وفي هذا يقول العلامة الونشريس رحمه الله في المعيار المعرب العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وإن اختلفوا في وجه الاقتصاف بها فنحن نقطع بأن عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذا الحكم الثالث الذكورية والرجولة كذلك نص صادتنا العلماء على أن من أحكام من يتولى إدارة مؤسسة إمارة المؤمنين أن يكون رجلاً لمرأة مستدلين بما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فالرجل معروف عنه أنه الأقدر على إدارة المؤسسات الحساسة والمهمات الصعبة مثل الإمارة العامة وقيادة الجيوش ومثيلاتها من إدارات الدولة الخطيرة وقد انعقد الإجماع على أن المرأة لا تولى الإمامة الكبرى وقال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد مرأة كما لم يقدم للإمامة مرأة والله أعلم وأحكم الحكم الرابع من أحكام الإمارة أن يكون الأمير واحدا غير متحدد ومن الأحكام الأساسية المتعلقة بإدارة مؤسسة إمارة المؤمنين هي أن يكون الأمير المتولي لهذه المهمة الخطيرة واحدا لا يشاركه ولا ينازعه في هذا المنصب أحد آخر فهذا المنصب لخطورته وحساسيته لا يقبل الشركة بحال من الأحوال فلا يعقل أن يوجد أميران في بلد واحد ومتى وجد هذا الأمر فلا يؤمن أن يغدر أحدهما بالآخر ليستتب له القرار ولتجتمع عليه الكلمة كما أن من علة المنع ما يتوقع من توقف الأحكام وتعطلها بعدم اتفاقهما لسبب من الأسباب وقد ثبت النص بمنع تعددها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوجع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما الحكم الخامس البلوغ ومن الأحكام الأساسية اللازمة توفرها في شخص من يتولى إدارة مؤسسة إمارة المؤمنين أن يكون بالغا لا طفلا صغيرا أو مراهقا لم يتأهل بعد جسديا وفكريا لهذه المهمة الخطيرة ولا خلاف في اعتبار ذلك بين الفقهاء كما قال الإمام الموردي في الأحكام السلطانية فقد أشار إلى أن غير البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم وكان أولا لا يتعلق على غيره حكم الحكم الخامس العقل والنبوغ والقدرة على الاجتهاد والإبدع ولا خلاف في اعتباره أيضا من الأحكام الأساسية لإدارة مؤسسة إمارة المؤمنين فهو منصب يتطلب حنكة ودهاء وقدرة على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة مع ضرورة توفر صاحبها على الرؤية الاستشرافية البعيدة المدى وقراءة الأحداث السياسية وطنيا ودوليا مع التفكير الاستراتيجي الدقيق ولهذا نجد القدماء يؤكدون على ضرورة توفر الفطنة والذكاء وقوة العقل في الأمراء فيقول القاضي بن فرحون رحمه الله ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف بل لا بد أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغلط الحكم الخامس من أحكام الإمارة حفظ هيبة المنصب قال سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الحكم من أحكام الإمارة لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا الشديد في غير عنف الليل من غير ضعف الجواد في غير صرف البخيل في غير وكف أي في غير عيب قال العلامة بن فرحون رحمه الله وليجتهد أن يكون جميل الهيئة ظاهر الأبهة وقور المشية والجلسة حسن النطق والصمت واحترزا في كلامه من الفضول وما لا حاجة به كأنما يعد حروفه على نفسه عدة فإن كلامه محفوظ وزل له في ذلك ملحوظ وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوجهه فإن ذلك من عمل المتكلفين وصنع غير المتأدبين وليكن ضحكه تبسما ونظره فراسة وتوسما وإطراقه تفهما ويكون أبدا مرتديا بردائه حسن الزي وليلبس ما يليق به فإن ذلك أهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله وعقله وفي مخالفة ذلك نزول وتبذل إلى غير ذلك مما قال ما يدل على هذا الحكم الدهل على حفظ هيبة المنصب فهذه أهم الأحكام اللازم تعلقها بمن يتولى إدارة مؤسسة إمارة المؤمنين وهناك أحكام أغفلتها وتفصيلات تجاهلتها مراعاة للمقام ولأنه ليس من الضروري أن يذكر العلم كله ولو كلفت بالبحث عن كل ما يتعلق بهذا البحث لما استطعت فيكفي من هذا البحث ما أحط والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر